بسم الله الرحمن الرحيم من نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات درس استكشاف النماذج الأسية سنتعرف في هذا اللقاء على الدالة الأسية ونتعلم طريقة رسم هذه الدالة الدالة الأسية إن كل دالة من الشكل Y يساوي A مضروبة بB أوس X تعرف B الدالة الأسية حيث A هو عبارة عن عدد حقيقي لا يساوي الصفر هو عدد ثابت وB عدد حقيقي موجب ولا يساوي الواحد ينتمي إلى R الموجب مع عدد الواحد ندعوه أساس هذه الدالة الأسية وX هو متغير ينتمي إلى R وهو أس هذه الدالة الأسية إذن المتغير X ينتمي إلى R هذا يعني أن مجال هذه الدالة الأسية هو R A لا يساوي الصفر وB يجب أن يكون عدد موجب ولا يساوي الواحد الدالة الأسية إذا كان A أكبر من الصفر تستخدم عادة كنموذج لأنمو والتضاؤل بحسب قيم B على الشكل التالي إذا كان B أكبر من الواحد فإن الخط البياني لهذه الدالة بهذا الشكل وتعرف بدالة النمو الأسي وندعو B في هذه الحالة عامل النمو بينما إذا كانت B أصغر من الواحد وأكبر من الصفر طبعا إن B عدد موجب ولا يساوي الواحد إذا كان أكبر من واحد فهي دالة نمو وإذا كان بين صفر وواحد فندعوها دالة تضاؤل أسي خطوة البياني بهذا الشكل متنازل أو هابط تعرف بدالة تضاؤل أسي وفي هذه الحالة ندعو B بعامل التضاؤل تمرين مثل بيانيا الدالة Y يساوي 2 أس X ثم بيان ما إذا كانت الدالة تمثل نموا أو تضاؤلا وحدد العامل مجال هذه الدالة هو R لنعوض بعض القيم سنرسم جدول ونعوض بعض القيم لX ثم نوجد Y ونرسم هذه الدالة بما أن مجال الدالة هو R يمكن استخدام أعداد موجبة وسالبة وصفر وليكن سنبدأ بالقيمة سالب ثلاثة بالتعويض في الدالة 2 أس سالب ثلاثة سنجد أنه تقريبا 0.125 أو بدقة هو 1.25 لكن هذه القيمة طبعا رسمها صعب قليلا لذلك سأنتقل إلى القيمة التالية سالب 2 2 أس سالب 2 ويساوي 1 على 4 أي 0.25 إذن عندما X سالب 2 قيمة Y تساوي 4 أو 25% من أجل X يساوي سالب 1 2 أس سالب 1 نعوض مكان X هنا بسالب 1 2 أس سالب 1 هي 1 على 2 أو 0.25 إذن عند السالب 1 قيمة Y تساوي إلى النصف من أجل X صفر 2 أس صفر دائما واحد أي عدد أس صفر واحد وبالتالي تمر من هذه النقطة صفر واحد عندما X 1 2 أس 1 2 إذن عند الواحد Y تساوي 2 وعند الاثنان 2 أس 2 أس 2 أربعة في هذا المكان عند الثلاثة ثمانية لاحظ لا يمكن رسم الثمانية بعيدة جدا سنكتفي بهذه النقاط نرسم الخط البياني المار من هذه النقاط بهذا الشكل إذن لاحظ أنها دالة نمو لأنها تتصاعد إلى الأعلى أو تتزايد يجب الانتباه دائما عند رسم الدالة الأسية أن لا نقطع محور الإكسات استحالة أن تكون قيمة Y تساوي إلى الصفر مهما كانت قيمة X مهما كانت قيمة X نجد أن الواي يمكن أن تصغر لكنها لا يمكن أن تصل إلى الصفر وبالتالي يعتبر هذا الخط هو عبارة على مستقيم محاذي أو مقارب للخط البياني يجب عند رسم هذه الدالة رسم الخط البياني أن لا نلمس محور الإكسات وإنما أن نرسم الخط قريب من محور الإكسات تمرين اكتب الدالة الأسية ويساوي A مضروبة بBusX التي يمر بيانها بالنقطتين H.2.4 و S.3 و S.16 لكتابة هذه الدالة الأسية علينا البحث عن قيمتي A و B لاحظ عندنا مجهولين هما A و B وعندنا نقطتين من أجل إيجاد قيم هذه المجاهيل باعتبار هذه النقطة تنتمي للخط البياني فهي تحقق معادلة الدالة إذن سنعوض إحداثيين هذه النقطة في الدالة مكان الـ X 2 و مكان الـ Y 4 لتصبح 4 يساوي A مضروبة بB تربيع أصبح لدينا معادلة تحتوي على مجهولين A و B من أجل إيجاد معادلة أخرى سنعوض إحداثيات S 3 و 16 مكان الـ X 3 و مكان الـ Y 16 فنكتب 16 يساوي A ضرب B تكعيب الآن لدينا معادلتين تحتويان على مجهولين هما A و B إن أفضل طريقة لحل هاتين المعادلتين هو بقسمة هذه المعادلات طبعا يمكن إيجاد قيمة A من المعادلة الأولى وتعويضها في المعادلة الثانية لكن قسمة هاتين المعادلتين يؤدي إلى اختصار الـ A مباشرة سنقوم بقسمة المعادلة رقم 2 على المعادلة رقم 1 على اعتبار أن أس B أكبر إذن بالقسمة سنكتب 16 تقسيم 4 في الطرف الأيسر وفي الطرف الأيمن A B تكعيب على A B تربيع بهذا الشكل والآن باختصار الـ A مع الـ A وأيضا لاحظ يمكن B تكعيب تقسيم B تربيع اختصارا ليبقى لدينا B فقط في البسط والـ 16 تقسيم 4 هي 4 إذن بإجراء عملية القسمة والاختصار سنحصل مباشرة على قيمة B والتي تساوي إلى 4 باعتبار B تساوي 4 يمكن تعويض مكان B في المعادلة الأولى أو الثانية بـ 4 طبعا الأولى أسهل لأنها تحتوي على تربيع نعوض في المعادلة الأولى مكان B 4 4 تربيع 16 وبالتالي تكتب 4 يساوي A ضرب 4 تربيع 16 في قسمة الطرفين على 16 نحصل على A تساوي 4 تقسيم 16 أي ربع نعوض في معادلة الدالة وبالتالي الدالة الأسية التي تمر بهاتين النقطتين ويساوي A ربع مضروبة في 4 أس X B أس X وهي 4 أس X تعلمنا في هذا اللقاء كيف يمكن رسم الدالة الأسية تعرفنا على هذه الدالة الأسية ومجالها وتعلمنا كيف يمكن رسم هذه الدالة الأسية وقمنا بحل معادلة عن هذه الدالة الأسية أيضا وإلى لقاء آخر من حلقات نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات